نعود للتطورات في اليمن وينضم إلينا من صنعاء محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين مرحبا بك سيد محمد هل باستهداف هذه السفينة في خليج عدن كما أشر المتحدث العسكري يعلن الحوثيون توسيع رقعة عملياتهم إلى ساحة جديدة بسم الله الرحمن الرحيم هذه العملية لا تزال في حدود المناطق التي يتم استهدافها في خليج عدن وكذلك في البحر الأحمر والتصعيد هو فيما يتعلق في حجم الاستهداف للسفن لأنه في السابق كنا نحرص على أن تكون ضرباتنا ضربات تحذيرية أكثر منها أكثر من الإضرار بالسفن ولكن نتيجة لعدم وقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة وأيضا نتيجة للعدوان الأمريكي البريطاني المباشر على اليمن كان لابد في تصعيد عملياتنا فيما يتعلق باستهداف السفن وبحجم الإضرار بها وأيضا لا تزال الأمور مفتوحة للتصعيد فيما يتعلق بتوسيع رقعة الاستهداف لتطال أماكن أبعد مما يتم الاستهداف اليوم طيب سيد محمد المتحدث العسكري ذكر أن القوات كانت حريصة على سلامة طاقم السفينة ولكنه لم يتحدث أكثر عن مصيرهم هل تستطيع أن تخبرنا بشيء عن ذلك؟ حتى الآن لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية سواء في عملياتنا السابقة أو في هذه العملية الأخيرة وطبعا الاستهداف السفن يتم استهدافها بشكل متكرر مما يتيح المجال لطاقم السفينة لمغادرتها وطبعا هذا الاستهداف المتدرج هو يمنح كل طاقم السفن للنجاح أضف إلى ذلك أنه يفترض على السفن عدم استخدام باب المدد سواء فيما يتعلق بالملاحة مع الكيان الصهيوني أو فيما يتعلق بالسفن التابعة لأمريكا وبريطانيا ننصحهم بعمل استخدام هذه الممرات المائية لأننا سبق وحذرناهم وبالتالي لن يكون هناك استهداف لهم طيب أريد أن أسألك أيضا أنت ذكرت في سياق حديثك أن التصعيد مفتوح على خيارات أخرى منها توسيع الساحات وربما أيضا حجم الاستهداف هذا مرتبط بماذا؟ مرتبط بجرائم الإبادة الجماعية في غزة والحصار على سكانها لأنه يعرف الجميع أما إسرائيل وكذلك من ورائها أمريكا وبريطانيا لا زالوا مصممين على ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية بحق أخواننا في فلسطين وعيضا تشديد الحصار ونحن نشاهد والعالم كله يشاهد آثار الحصار حتى أن الأطفال أصبحوا يعانون نتيجة لنقص الحليب الأطفال وكذلك الغذاء والدواء وبالتالي ليس أمامنا من خيار سواء التصعيد وإذا كانت أمريكا وبريطانيا حريصة على عدم توسيع رقعة السراء فعليهم أن يتوجهوا ويلزموا نيتنياهو بوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة ويرفعوا الحصار وطبعا هذا التحرك الذي يقوم به اليمن هو تحرك الاتجاه الصحيح وينبغي على بقية الدول أن تتحرك بنفس القدر ليس فقط الدول العربية والإسلامية وإنما غيرها لأنما يتم ارتكابه في قطاع غزة يتعارض مع أسلاف وعراف الدول وكذلك حتى مع ما يسمونها القانون الدولي ذكرت بأن التصعيد هذا هو متدرج واعتبرت بأن هذه الضربة التي نالت من سفينة بريطانية في خليج عدن مختلفة عن ما سبقها من أي ناحية؟ طبعا من ناحية حجم الاستهداف لأن تقريبا العمليات الأخيرة يتم استهداف السفن بأكثر من صاروف وبأكثر من مسيرة وحرصا منها على سلام الطواقم تلك السفينة يتم استهدافها بشكل متدرج وكما عكدنا في مبدأة عملياتنا أن الهدف لم يكن هو الاستيلاء على السفن أو إغراقها وإنما أجبار السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني لتغيير مسارها لرفع الكلفة الاقتصادية على الكيان الصهيوني كورقة ضغط الوقف جرائمهم في غزة ولكن إصرار الإسرائيلي وكذلك إصرار الأمريكي والبريطاني على استمرار تلك الجرائم وعدم الالتزام بتحذيرات القوات المسلحة اليمنية منحنا الحق في التصعيد وخصوصا مع العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن والتالي لا بد أن يكون هناك تصعيق والحل يكمن في وقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة ورفع الحصار عن سكانها طيب كيف تفسر سيد محمد استمرار حركة الملاحة في هذه المناطق التي تستهدفونها رغم التحذيرات المستمرة وتحديدا من الجانب الذي أنتم حذرتموه سابقا يعني الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا السفن المتجهة إلى إسرائيل لا تزال مستمرة ولا تزالون تستهدفونها كيف تفسر ذلك؟ طبعا بالنسبة للأمريكي والبريطاني جلقهم من طرد جواعد اشتباك جديد في البحر الأحمر وخليج عدن لزيادة الضغط الاقتصادي على الكيان الصهيوني يدفعهم للمغامر ولو أنهم لم يتدخلوا ولم يدعموا الكيان الصهيوني من أجل تمرير سفنه كان بقية عملياتها بالعسكرية في إطار استهداف السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني لذلك أمريكا وهذا تحت تحليلات خاطئة من قبل الأمريكيين وقرار خاطئ وهو أنهم لم يستجيبوا لتحذيرات البوات المسلحة اليمنية من عدم استخدام تلك الممرات المائية والمرتبطة بالحرب والعدوان على غزة والتي سننتهي بمجرد انتهاءها هذا طبعا أدى إلى توسيع رقعة الصراء وسيفبت بما لا يدع مجالا للشك من أن قرار أمريكا وبريطانيا بالعدوان على اليمن كان قرار خاطئ يعني هذا العدوان الذي ذكرته على اليمن سيد محمد يربطه الأمريكيون والبريطانيون باستهداف السفن وأنتم تربطون استهدافكم للسفن بالعدوان الإسرائيلية على قطاع غزة هل يمكن لاستراتيجية الحوثيين في استهداف السفن الأمريكية والبريطانية أن تستمر مستقبلا أو أن تكون قاعدة لاستمرار هذا النوع من الاستهدافات نحن نؤكد للجميع لأننا لم نكن نستهدف إلا السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني ثم وسعنا رقعة الاستهداف لفطال السفن الأمريكية والبريطانية كرد بسائل على عدوانهم على اليمن وهذا حق مشروع لليمن ونحن لا نستهدف أي سفن أخرى ولكن أمريكا وبريطانيا في البداية ورطوا أنفسهم العدوان على اليمن من أجل الكيان الصهيوني ومن أجل حماية مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وهذا عمل غير أخلاقي ولا إنساني وهم اليوم يسعون لتوريد بقية الدول في هذه المعركة دفاعا عن مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية فيها لذلك نحن ننصح كل الدول بعدم الاستجابة للتوجهات الأمريكية والبريطانية لأننا لا نستهدف أي سفن وأيضا هناك توجه لدى دول الاتحاد الأوروبي بدعم الجهود الأمريكية والبريطانية ولكن حتى هذه اللحظة نحن لم نستهدف سفن الدول المرتبطة بالاتحاد الأوروبي وننصحهم بمراجعة قرارهم وبمراجعة سياساتهم لأنهم قد يجدوا أنفسهم متورطين إلى جانب أمريكا وبريطانيا وهم في غناء عن هذه المعركة والتي تخاض الأهداف غير أحلالية شكرا جزيلا لك عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين محمد البخيتي